ما تخافش على الأهل وتاني وتالت وعاشر ما تخافش على الأهل وطول ما الجمهور ده موجود حاجات كتير سوابة الأهل موجودة الجمهور ده موجود الإخلاص والالتزان الفخر بتاريخك ويعني محمي محمي بكل هذه الأسيجة الأخلاقية والإنسانية ظاهرة يا أستاذ غريب لا يا ظاهرة عالمية مش احنا مش كده عشان احنا أهلوي ده احنا من بختنا الحلو ان احنا أهلوي ان احنا على فكرة وهنا اللي لازم أقولها محدش يجب على الأهل كل الرموز اللي قلناها دي مش أصحاب فضل على الأهل اللي هو اللي صاحب الفضل عليهم بعد اللي هو سبحانه وتعالى أتحلم المناخ الصحي إنه يشتغلوا بشكل صحيح وإنه يحافظوا على سوابته وياخدون فوق إن أعضاء جمعيته العمومية ما تيجي تحاسب عند هاز الشعور المرهف بمصلحة النادي الأهلي ولا تتصدى إلا مصلحة النادي الأهلي وده بان في النظام الأساسي وبان عند تدخلها لما تدورت نتاج القرى في مرة وحيدة في صحب الصقة وتصحيح المصار ذلك الحس المرهف بإم تدعم المجلس الإدارة وقف جنبه وسنده في ظهره الجماهير الجماهير اللي أيضا بقول لها زي إحنا محدش فينا ولا رموز ولا مسؤولين ولا جماعية عمومية من على الأهلي وإنتوا كمان البعض وشعرني وكأنه عامل جميل إحنا اللي وقفين ورا النادي الأهلي أيوة أيوة وقفر نادي الأهلي لأنهم بديك الفرصة إنك تفخر بي وإنك تطلع تقول أنا أهلاوي والنادي الأهلي ده مكبرني ومطور رقامتي في كل حتة الأهلي صحب تضل علي وعليك وعلى كل الدنيا بس كل واحد في مكانه لأن كلنا مش هنبقى في حتة واحد خلي بالك أي مسؤول في النادي الأهلي هتقولي بتستفيد ما بتستفيدش كنت حقدر استفيد برده برده لو أنا عايزه أكتر واخد بالك لكن إحنا بنستفيد في حاجة بنحبها فلزقنا قاعدين فيها وكل ما نيجي نبعد ويحتاج لنا النادي بنرجع لأن ما هو اعترفك بفضل النادي عليك إنه هو كويس تتمتع به وهو عشي تنتخده وتنتخد إدارته وتنتخد مش عارفه طالما أنك شاف الناس اللي قدامك مخلصة قعد معا لو هي مش مخلصة وبتزي النادي الأهلي لا نقلب عليه لكن كل التجارة بتقول فيه إخلاص يجمع من أصغر واحد لكبر واحد في النادي الأهلي وفي جمعية العموين وفي جماهيره والله جماهيره إخلاص جماهيره في المعظم بلا حدود يا أستاذ إبراهيم